ألاف المنازل والمحال التجارية المدمرة بشكل شبه كامل في منطقة حي التاميم بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لا تزال تنتظر من يعيد بناءها وترميمها بعد أن سوتها بالأرض العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة بين عامي 2015 و2016 كذلك تكثر تحت أنقاض الأبنية في منطقة حي التاميم المخلفات الحربية وبقايا الجثث الأمر الذي بات يشكل تهديدا لما تبقى من أبنية وبشر قاطنين فيها وفي المناطق المجاورة شوف كم عمارة في الشهنات كلها مدمرة كل العمارات مدمرة وكل عوائل بها وناس تعبانة فصراحة أن نطالب الحكومة بالنظر بعين العطف إلى منطقة الشخص البيض وعادة عمارها أكيد جواها احتمال جواها عبوات احتمال جواها مخلفات حربية فهذا كذلك الشكل خطر حتى على الأطفال الذين يلعبون هنا بالمنطقة أهل منطقة حي التاميم بمدينة الرمادي يطالبون الجهات الحكومية المسؤولة بإعادة بناء منطقة وتأهيلها ليتمكن من غادروها بسبب العمليات العسكرية من العودة لمنازلهم كما يطالبون برفع الأنقاض بالسرعة القصوى لما تحمله معها من أمراض وأوبئة أنواع الأمراض بها ولحد الآن حت الجثث جواها وهي منسية ناسية شبه المنسية نحن نطالب بأعمارها ورفع الأنقاض أول طريقة وأول تجاه رفع الأنقاض التقصير الحكومي كان ولا يزال العنوان العريض لأسباب تأخر بناء وأعمار هذه المنطقة كغيرها من المناطق التي دمرتها العمليات العسكرية التي لم يسلم منها لا إنسان ولا حجر نحن كحكومة الحقيمية قدمنا كل ما نستطيع من إمكانات البلدية لأجل رفع الأنقاض الموجودة ومن ثم مساعدة المواطنين على إعادة دورهم لكن أيضا هناك تقصير كبير جدا من نجلة التعويضات المركزية واللي إلى اللحظة ما عوضت هذه الشقق لأجل تمكين المواطنين من إعادة بناء دورهم ومساكنهم وإلى أن تستفيق السلطات الحكومة الحالية من غفلة الفساد التي صحبتها كغيرها من الحكومات منذ عام 2003 يبقى سكان منطقة حي التأميم أحد ضحايا العمليات العسكرية العمياء والفساد الحكومي الذي استشرى في البلاد فبات الإنسان فيها آخر الهموم الحكومية ترجمة نانسي قنقر